أحداث شغبا وعنفا تندلع بحيا فرنسي بين سكان جاليات دول المغرب العربي والشرطة بعد مقتل طفلا فرنسي من أصل المغربي على يد أفرادا للشرطة هذا ما ترويه أحداث الفيلم الفرنسي أثنا الذي يصور مشاهد عنفا أعادت إلى الأذهان أحداث العنف التي شهدتها أحياء فرنسية عام 2005 الفيلم الذي أنتجته نتفلكس يروي تداعيات مقتل طفل ذي 13 عاما يدعى إدير فيقود شقيقه كريم أعمال شغبا في حي أثنا من أجل الانتقام من قتلة أخيه بينما تنفي الشرطة أي صلة بجريمة القتل وتعد بالتحقيق الفيلم يظهر حي أثنا وهو حي خيالي كحي فقير تقتنه جاليات مغربية يعيشون في ظروف معيشية سيئة بالإضافة إلى انتشار المخدرات والجريمة به الفيلم أثار غضب بعض أفراد الجاليات المغربية في فرنسا حيث وصف بأنه يعزز الصورة النمطية لهم بتصويرهم كمشاغبين خارجين عن القانون لا يعرفون سوى العنف بينما انتقد بعض اليمنيين المتشددين أيضا الفيلم وقالوا إنه يحض على العنف ضد الشرطة ويصور رجالها بأنهم قتل وعنصريون أما على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد الكثيرون أيضا الفيلم مبدين امتعاضهم فتغريدة لحساب باسم إدارت يقول فيلم عن الضواحي صنعه أناس نشأوا في أفواههم ملاعق فضية يصورون خيالهم عن قطاع الطرق أو قطاع الطرق في الأحياء الصغيرة أما هو سارد يقول في تغريدة حتى المقطع الدعائي يدعو للكراهية ضد الشرطة وفرنسا بفضل تمويل مثل هذه الأعمال أتمنى أن ينتهي بكم الأمر بقدم أصابعكم وتغريدة ثالثة من ستيرو يين يقول أو تقول شاهدت الفيلم وبصراحة شعرت بخيبة أملا كبيرة لا توجد رسائل ولا أخلاقيات ولا سيناريو شتائم تلحقها شتائم بصرف النظر عن طريقة التصوير الفيلم مليء بالصور النمطية العنصرية وعلق أيضا زعيم حزبي الاسترداد اليمني المتطرف إيريك زمور قائلا في مخيلة نتفلكس اليسارية إن سكان الضواحي يروعهم حليقوا الرؤوس متخفين في زي رجال الشرطة أثنا هي قصة دعائية ستدعو إلى الضحك إذا لم تحرض على العنف ضد أولئك الذين يقومون بمهمة حفظ الأمن بإمكانيات متواضعة ولكن هناك أيضا كثيرون أشادوا بالفيلم وانتقدوا عدم عرضه في السينما أولا قبل نشره على منصات نتفلكس منهم رافا التي قالت شعرت بالإحباط بشأن فيلم أثنا وهو أحد أفضل الأفلام لهذا العالم أو هذا العام ويمثل تجربة مثالية للشاشة الكبيرة لم يتم طرحه مباشرة على نتفلكس فحسب بل افتقر إلى أي نوع من العرض الترويجي على صفحة الرئيسية للمنصة